بعد التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله في لبنان تتجه الأنظار إلى قطاع غزة حيث يستمر الحصار وتزداد المجازل رغم الجهود الدولية لتهديئة الأوضاع ولا تلوح في الأفق بوادر اتفاق قريب لوقف اطلاق النار في غزة نناقش مصير القطاع مع ضيفنا عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك سيد عريب هل يصمد اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان بعد خرقه اليوم من قبل قوات الاحتلال ويعني إذا تابعت تصريحات بن يمين نتنياهو هذا التصعيد في كلامه نعم يعني الاتفاق ما يزال في الحقيقة في دائرة الخطر على الرغم من أن الأطراف تريد لهذا الاتفاق أن ينجز وأعتقد أن الإسرائيل معنية أيضا بإنجاز هذا الاتفاق واستمعنا لبن يمين نتنياهو يشرح فوائد هذا الاتفاق وعوائده على الجانب الإسرائيلي ورأينا يعني حزب الله أيضا يعني يحتفل بنصر لبنان كما أزماه في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية وقرى الجنوب والبقاع رأينا زخما أمريكيا متوافق عليه بين إدارتي بايدن واترامب الإدارة المرتحلة والإدارة القادمة ولكن في الحقيقة أن الاتفاق ما زال حتى الآن في إطار المبادئ العمومية بمعنى أن الآليات التنفيذية لهذا الاتفاق لم تتبلور بعد بدءا باللجنة الأساسية لجنة الرقابة والمتابعة للتنفيذ اللجنة الخماسية لم تجتمع حتى الآن لم تتشكل حتى الآن وبالتالي ليس هناك من مرجع للحكم على وجود خروقات يعني بغياب هذه اللجنة تستطيع إسرائيل أن تدعي أنها تعرضت للتهديد وأن تقصف البسارية كما قصفت اليوم موقعا لعزب الله جنوب صيدة على بعد أربعين كيلو من الحدود شمالي الليطاني بحجة أن هناك خطر ماثل بهذا المعنى في ظني سنبقى نشاهد مثل هذه الغطرسة ومثل هذه التعديات الإسرائيلية إلى حين أن تكتمل منظومة الإجراءات والآليات التنفيذية للاتفاق أعتقد أن نتنياهو بحاجة لبعض الغطرسة في هذا المجال على الأقل لتهدئة مشاعر البيئة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وهذا ما فعله اليوم عندما ظهر على القناة الرابعة عشر المؤيدة له عندما خرج يستعرض الإنجازات بهذا المعنى ويهدد بالويل والثبور ويهدد باستئناف هذه الحرب ولكنه في نفس الوقت قال أن هذا الاتفاق مهم بهذا المعنى لأنه سيمكن إسرائيل وقال أنه لم يوقف الحرب بل قال أنه هذا وقف لإطلاق النار نعم نعم وهذا أيضا سنستخدم استراحة المحارب إن جئت من أجل التسلح ومن أجل تصنيع السلاح ومن أجل كذا وكذا وهو في أول يوم للاتفاق نهار أمس قال بأن هذا الاتفاق ضروري للتفرغ لغزة وفصل وحدة الساحات والتفرغ لإيران والأهم لإعطاء فرصة أمام الجيش الإسرائيلي للانتعاش كما قال حرفيا بمعنى هو يقر بشكل أو بآخر أن الجيش الإسرائيلي منهج أن الجيش الإسرائيلي لم يعد بكامل لياقته بهذا المعنى وأنه من الصعب عليه الاستمرار في القتال على جبهتين وبالتالي هو آثر الانسحاب من جبهة لبنان أو وقف النار بالأحرى على جبهة لبنان لصالح التفرغ لجبهة غزة التي تبدو أكثر أهمية وأكثر حيوية وأكثر استراتيجية ارتباطا بكل ملفات القضية الفلسطينية وبالذات الوضع في الضفة الغربية من الجبهة اللبنانية وهذا يضعنا أيضا أمام سؤال لماذا أو ما الأسباب التي تحول للتوصل لنفس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لبنان ولكن هذه المرة في قطاع غزة غزة أكثر تعقيدا صديقي غزة مرتبطة ملفاتها بملفات القضية الفلسطينية من كل أبوابها غزة جزء من الفلسطين الانتدابية التي يدعي اليمين المضطرف في إسرائيل بأنها الأرض الموعودة بأنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى غزة مصيرها مرتبط بالضفة الغربية بمعنى أن إسرائيل تريد أن تقايد أي اتفاق في غزة بمساحات واسعة مقططعة من الضفة الغربية ولهذا السبب هي تفضل أن ترجع ملف غزة إلى حين مجيء إدارة ترامب وربما تطوير صفقة القرن أو صفقة قرن اثنين بهذا المعنى صفقة القرن واحد اقتطع وثلاثة منحهم ترامب 30% من مساحة الضفة الغربية هم يطلعون الآن إلى أكثر من ذلك وبسياق المقايدة بين إسرائيل وإدارة ترامب أعتقد أنهم سيطالبون بأثمان باهضة يعني لقاء أو نظيرة أي تهدئة أو أي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة أو أي وقف للحرب على قطاع غزة ثم أن غزة أيضا مرتبطة بمستقبل الوجود الفلسطيني النظام السياسي الفلسطيني إسرائيل حتى الآن ونتانياه اليوم قالها أنه لا يريد للسلطة أن تعود إلى قطاع غزة ولا يريد لحماس أن تبقى في حكم غزة ما الذي يريده إذن بهذا المعنى؟ هو يريد في الحقيقة تقويض أي نظام سياسي فلسطيني يمكن أن يشي بإمكانية قيام دولة فلسطينية ولو على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 لذلك ملف غزة يعني مرتبط بما يسمى يهودة والسامرة نظرية حسم الصراع مع الفلسطينيين مستقبل الضفة الغربية وهو ملف أكثر تعقيد ولكن سمعنا الكثير من المسؤولين الإسرائيليين سيد عريب يتحدثون بأنهم لا نية لهم بالبقاء في قطاع غزة أو بحكمها هل برأيك هذا يندرش تحت المغاترات السياسية أو دعني أقول محاولتهم لفقط مجرد أنه الخروج بصورة جيدة أمام المجتمع الدولي يعني هم إن كنت تقصد تصريحات إسرائيل كاتس اليوم يعني في براد يعني هناك مدرستين في إسرائيل مدرسة تقول بضرورة العودة إلى غزة واستيطانها وهذا ما صرح به سموتريج ومبنكبير وغيرهما من أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف وهناك خطط الآن للاستيطان ومؤتمرات تعقد لهذا الغاية وجولات تفقدية تتم في مناطق قطاع غزة بحماية الجيش الإسرائيلي ومشاركة كبار الجنرالات الإسرائيليين هناك خطة الجنرالات التي تنفذ في شمال قطاع غزة برغم نفي الرسمي الإسرائيلي المتكرر ولكن على الأرض هناك تنفيذ لخطة الجنرالات تفريغ شمال قطاع غزة بشكل أو بآخر توطئ لاستيطانه أو جعله منطقة عازلة بهذا المعنى أنا لا أقف طويلا أمام هذه الشعارات ولا أقف طويلا أمام الخلافات الإسرائيلية بهذا المعنى ما نراه على الأرض وما نرى تجلياته بهذا المعنى يشي بأن إسرائيل ليست بوارد أن تسكت مدافعها في قطاع غزة في المدى المنظور وأعتقد أنها تدرج المسألة في قطاع غزة في سياق الصفقة الكبرى أو الرزمة الكبرى التي ستناقشها مع الولايات المتحدة والأفضل تحت ضل وفي ضل ولاية دونالد ترامب بهذا المعنى هذا لا يعني ودعني أن أختم بهذه الملاحظة هذا لا يعني أن الفرصة معدومة لاتفاق انتقالي مؤقت قصير المدى لمدة شهر خمسة أسابيع ستة أسابيع وهو ما تتحرك بعض العواصم العربية والولايات المتحدة وإدارة بايدن من أجل إنجازه نظير إدخال أكثر سخاءاً للمساعدات إلى داخل قطاع غزة وتبادل المحدود للأسرى والمحتجزين بين الجانبين وقد تحدث الإعلام العبري حول بعض بنود مقترح مصر لوقف الحرب القطاع يتضمن وأقتبس يعني البنود وقف إطلاق النار لشهرين إفراش تدريجي عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين فتح معبر رفح بإشراف أوروبي وسلطة رامالله أيضاً يحقل تل أبيب الاعتراض على الأسماء الداخلة وخارجها من القطاع واحتفاث تل أبيب بمواقعها العسكرية يعني كيف تقيم هذه الشروط وهل ستوافق المقاومة الفلسطينية عليها أنا رأي هذه المبادرة بصرف النظر عن الجهة التي أطلقتها هي محاولة للتكيف والتساوق مع اللاءات الإسرائيلية لا أكثر ولا أقل يعني هي تقبل ببقاء الإسرائيليين في قطاع غزة على سبيل هي تعطي إسرائيل سلطة الحاكم العسكري على قطاع غزة والحاكم الإداري والحاكم المدني بهذا المعنى هي تتحدث أيضاً عن لجنة إدارية أسمية لجنة الإسناد المجتمعي دون مرتباط بالسلطة الفلسطينية وبالحكومة الفلسطينية هي كأنها تقر أو تجيز بمستقبل غزة منفصل عن مستقبل الضفاء الغربية هي تتماشى أيضاً مع موقف نتانياهو طيب ما فائدة هذه المقترحات من مصر يعني إذا كانت المقاومة كانت واضحة في إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى ومن ثم تتم سفقة التبادل وهذا ما يزالون يكررونه إلى هذه اللحظة لماذا يخرجون مثل هذه المقترحات؟ للأسف يعني ليس لدي تفسير في الحقيقة ولكن للأسف يعني هناك من يريد أن يخلص من ملف الحرب في غزة بأي ثمن حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة والمواقف الفلسطينية الأساسية يعني أذكرك بما هو أسوأ مما هو مطروح الآن نحن قبل عدة أسابيع كنا أمام مبادرة للتهديئة لمدة يومين إن كنت تذكر لا أدري ما الذي يمكن إنجازه في يومين وما هي المساعدات التي يمكن إدخالها في يومين وكيف يمكن الحصول على تبادل للأسرى؟ حماس لا تستطيع أن تقدم تقريرا عن وضع الأسرى ومصائرهم الآن في غزة وهي بحاجة على الأقل لأسبوع لجمع المعطيات حول مصير الأسرى ورأيت خطاب أو رسالة بيان أبو عبيدة قال إنه انقطع الاتصال بينه وبين الآسرين منذ مدة طويلة لنكتشف أن إحدى الأسيرات قد قتلت بالتالي حماس على الأقل بحاجة لأسبوع ليومين لكي تعرف من بقي حيا ومن قضى من المحتجزين لديها ولذلك أعتقد أن كل هذه للأسف مواقف هل برأيك تندرج هذه تحت محاولات إحراج المقاومة أمام الداخل في قطاع غزة تحديدا؟ لا تفسير لها غير ذلك في الحقيقة ولا تفسير لها سوى بتعب الجانب العربي والوسطاء بعض الوسطاء العرب تحديدا من استمرار هذا الملف المحرج بشكل أو بآخر لا وظيفة لها سوى الظهور بمظهر جيد أمام الولايات المتحدة كوسيط يمكن الركون إليه بهذا المعنى سيما وأننا مقبلون على إدارة أمريكية جديدة لا تكون ودا لكثير من الدول العربية وتخشى مجيئها عدد من العواصم العربية وإن كانت عواصل أخرى قد احتفت بفوز ترامب الكاسح في الانتخابات الرئاسية لذلك هي حسابات لا تمت بصلة لصميم المصالح الوطنية العرية للشعب الفلسطيني لها حسابات خاصة بهذه الدولة وبهذه الأطراف وبعلاقاتها الدولية لا أقل الأساس أن غزة والضفة وحدة واحدة وأن أي تركيبة إدارية أو أي ترتيب لغزة يجب أن يكون جزءا من الوضع في الضفة الغربية الأساس العودة إلى قرار مجلس الأمن القاضي لانسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف شامل لهذه الحرب وتبادل جدي وجاد للأسرة والمحتجزين وفتح الباب رفع الحصار عن القطاع من أجل إدخال المساعدات والإيغاثة وأدوات الإيواء العاجب والمبكر سيما وأننا أمام فصل شتاء قارس ورأينا عشرة آلاف خيمة للنازعين يبتلعها البحر قبل عدة أيام الأصل أن يكون هناك موقف عربي أكثر صلابة وأكثر قوة في مواجهة هذه الفاشية المنفلتة من كل عقال يعني مع كل ما نراه الآن سيد عريب وما تحدثت به وما تفضلت به يعني لا نرى إذن من الكلام الوارد أن هناك أي مستقبل لانتهاء هذه الحرب في ظل وجود نتنياهو يعني أعتقد يعني على الأقل لا أريد أن أصل إلى هذا الخلاصة يعني بهذا الشكل القطع على الأقل لا أرى نهاية في المدى المنظور لهذه الحرب قد يكون هناك تسويات تهديئات اتفاقات مؤقتة انتقالية تتناول عدد قليل من الأسرة والمحتجازين بدءا بالمدنيين ربما بدءا بالأسرة الأمريكيين يعني لتشجيع إدارة بايدن على التدخل بقوة بهذا المعنى ولكن ما زلنا في الحقيقة في موضوع غزة بعيدين عن خط النهاية رغم أن ويجب أن نلحظ ذلك كمان يعني أن اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان أطلق زخما دبلوماسيا بمعنى أو تحت عنوان أنه إذا كان الاتفاق ممكن في لبنان فلماذا لا يكون ممكن في قطع غزة رغم التعقيدات ورغم الفوارق واختلاف السياقات والأهداف والمصالح بالنسبة للأطراف المتصارعة هناك حراك سياسي لكن لا أعتقد أنه سيصل إلى خواتيمه قريبا وقد لا يصل إلى خواتيمه في ظل إدارة ترامب بايدن قد يرحل إلى إدارة ترامب ترامب قد يكون أكثر حزما مع الإسرائيليين في مسألة وقف الحرب ولكنه سيكون أكثر سخاءا معهم وفي تقديماته لهم من كيس الضفة الغربية على وجه الخلز هناك من يقول أن نتنياهو لا يريد إنهاء هذه الحرب بسبب أنه ليس لديه خطة اليوم التالي من الحرب هناك صراع في الداخل الإسرائيلي حول هذا الموضوع هل تؤيد هذا الرأي؟ هو فشل في الحقيقة يعني هو ليس لديه المشكلة ليست في أنه يفتقر لمثل هذا القطة هو حاول أن تذكر أنه حاول أن يقيم إدارة لغزة من وجهاء العشائر الفلسطينيين ولكنه وجد رفضا شديدا من العائلات والحمائل والعشائر الغزاوية الأساسية بهذا المعنى هو حاول أن أو غازلوا بعض الشخصيات الأمنية السابقة والتكنقراط ورجال أعمال وغير ذلك وفشلوا أيضا بسبب الموقف الشعبي الرافض في الحقيقة لتشكيل أي إطار إداري عميل للجانب الإسرائيلي الآن هو يعتمد على آخرين الآن هو يعتمد على عصابات تقوم بسرقة المساعدات ما يتسنى من المساعدات التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة وسمعنا قبل أيام في تقارير للأونروا عن 117 شاحنة تمت سرقة 98 شاحنة منها من قبل هذه الإصابات بسبب أن إسرائيل مررت هذه الشاحنات من مناطق سيطرة هذه الإصابات وبحماية الجيش الإسرائيلي وتحت سنع وأبصار الجيش الإسرائيلي الأمر الذي حدى بحكومة حماس في قطاع غزة مع العشائر لتشكيل قوة ضاربة ومترد زعماء هذه العشائر واعتقال بعضهم وتصفية بعضهم الآخرين تم تصفية 20 تقريبا منهم 21 منهم تم تصفيته هؤلاء في الحقيقة أذرع الآن للجانب الإسرائيلي بعدما أفلس نتنياهو في خلق كيان عميل إدارة عميلة سواء عشائرية أو تكنقراط أو غير ذلك تقوم بالدور المدني نيابة عنه وباسمه وتحت ظلال حرابه بدأ الآن يعني يلجأ إلى العصابات وقطاع الطرق بهذا المعنى فالمسألة ليست أنه يعني ليس لديه خطة هو لديه حاول وفشل والشعب الفلسطيني أفشله والعشائر والحمائل والأحزاب والقوى الوطنية ولجنة المتابعة والمقاومة أفشلت هذه المخططات حتى الآن أريد أن ننتقل إلى ملف آخر وسياسة مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض يعني لو أردنا أن فقط ننظر ما الذي يحدث في سوريا في هذا التوقيت وهل له أي علاقة بصورة مباشرة طبعا أو غير مباشرة فيما يجري في لبنان يعني في الحقيقة هي لحظة اقتناص تقوم بها هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المحسوبة على الجيش الوطني السوري الموادي لتركيا هم يعرفون أن سوريا تحت ضغط شديد وأن الضربات الإسرائيلية لا تتوقف يعني في دمشق وهم يعرفون أن حزب الله الذي لعب دورا مهما في سياقات الحرب في سوريا يعني يعاني من ظروف صعبة الآن بسبب الحرب الإسرائيلية عليه وعلى لبنان لذلك هم اعتقدوا ربما أنها فرصة ثانيحة يعني للتقاط هذه اللحظة التي قد لا تتكرر لتوزيع مناطق نفوذهم وتوجيه ضربات مهمة هنا قد نجد أصابع إسرائيلية أو غربية بهذا المعنى للضغط على سوريا بالذات في البند المتعلق من الاتفاق بمنع حزب الله من إعادة بناء ترسانة العسكرية وأنت تذكر التهديدات عندما قال نتنياهو بالأمس أن الأسد يلعب بالنار إذا استمر في السماح بنقل السلاح إلى حزب الله من سوريا أو عبرها بهذا المعنى لذلك أنا أرى أصابع سوريا إسرائيلية بهذا المعنى ودائما ضمن استراتيجية منع حزب الله من إعادة بناء ترسانته العسكرية هذا أولا ثانيا أنا لا أستبعد في الحقيقة سيمو أن بعض الفصائل المنخرطة في القتال ضد الجيش السوري محسوبة على تركيا أن يكون لرفض الأسد أو لتمنعه الاستجابة لدعوات أردوغان بالمصالحة وعقد القمة واللقاء من باب الضغط عليه؟ نعم من باب الضغط عليه حتى يدرك بأنه من دون التنسيق مع تركيا الأمور في سوريا مرشحة للعودة إلى المربع الأول إما أن نأتي ونتصالح ونتحدث وأن نتصالح بشروط أقرب للمطالب التركية وإلا عليك أن تتحمل تبعا ذلك وأنت لست في وضع تفاول ولكن كأن الرفض الروسي هو سيد الموقف يعني عندما سئلوا في روسيا قالوا بأن من المبكر الجلوس مع الأسد في هذا التوقيت الروس حاولوا بالزمان في الحقيقة حتى قبل الانتخابات التركية أن يعقدوا قمة بين الأسد وأردوغان يعني الرفض جاء من قبل الأسد في الحقيقة وأنا يعني استمعت بمرات متكررة خلال أكثر من سنة ربما من الآن أن الروس يضيقون ضرعا بالموقف السوري بهذا المعنى وأنهم يستعجلون المصالحة بين أنقرة ودمشق بهذا ولذلك يعني لا أعتقد أن الروس يشاطرون الأسد بأن الوقت مبكر وتذكر أن الروس حاولوا الاستعاضة عن رفض الأسد بالجلوس شخصيا قبالة أردوغان بترتيب لقاءات بين مدراء المخابرات ووزراء الدفاع ووزراء الخارجية وأحيانا وزراء الخارجية والدفاع سوية من قبل هذه الأطراف ولكن لم تصل الجهود السورية الروسية إلى مستوى إقناع الأسد بالجلوس إلى جانب أردوغان مدير مركز الخدس للدراسات الاستراتيجية سيد عريب الرنتاوي كنت معنا شكرا جزيلا لك